هاجمت الصواريخ الروسية أهدافا في أنحاء أوكرانا اليوم حيث وصابت مشاة عسكرية في الغرب والشمال وكذلك في مدينة جنوبية مع دخول أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية شهره الخامس وعلن الجيش الأوكراني السبت أن صواريخ أطلقت من أراضي بلاروسية تجاه منطقة شيرني هيف الحدودية في شمال شرق كييف كما أعلن حاكم منطقة لفيف في تسجيل أن ضربة روسية على قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا أسفرت عن نصابة أربعة أشخاص